بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعداري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع بعد هنبدأ نحل اختبارات الحاسب الآلي للفصد راسي التاني وهنبدأ نتناول في هذا الفيديو إدارتين من إدارات محافظة الجزاء تعال كده نبدأ في حل الأسئلة قبل ما نبدأ حل الأسئلة لسه مشتركش معنا في القناة يبدأ يضغط على سبسكرايب أو اشتراك ويفعل زر الجرس وفي الآخر خالص لو عجبك الفيديو اضغط على لايك تعال نبدأ كده في السؤال الأول أول حاجة بقول لي تعبر العلامة المنطقية طبعا احنا عارفين ان العلامة دي جماعة معناها لا يساوي عن تساوي قيمتين في التعبير الشرطي يبقى طبعا الإجابة إيه الإجابة خاطئة لأن احنا عارفين ان هي معناها لا يساوي طيب لحماية نفسك من التعدي الإلكتروني يجب إعداد كلمة مرور سهلة لا طبعا المفروض اننا بعمل كلمة مرور يصعب تخمنها أو تكون كلمة مرور صعبة طيب خرائط التضفق تستخدم أشكالا قياسية وخطوط لتمثيل خطوات حل مشكلة ما يبقى دي طبعا لأن دي خرائط التضفق يستخدم رمز المستطيل ليعبر عن عملية إدخال بيانات طبعا احنا عارفين يا جماعة ان رمز المستطيل يعبر عن عمليات المعالجة أما إدخال بيانات هو متوازي الأضلع لغة البرمجة الفاجوة البيزيك دوت نت إحدى لغات البرمجة عالية المستوى وده طبعا من أحد تعريفات لغة الفاجوة البيزيك أنها لغة عالية المستوى وسهلة التعلم دعا نبدأ في السؤال الثاني بقول لي الناتج النهائي للمعادلة طبعا لما بنجي نقرأ أي معادلة تمام بنجيب الناتج اللي في الطرف الأيمن وبنبدأ من الشمال يعني عندنا هنا 12 ناقص 2 زائد 4 على 2 طبعا الأول بنبدأ نعمل الضرب أو القسمة عندنا الأول طبعا هنا في اسمه يبقى هتبقى 4 على الاتنين فالتنين يبقى احنا عندنا المسألة 12 ناقص 2 زائد 2 طبعا هتدينا إيه؟ هتدينا 12 قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات طبعا بيانات حرفية يعني ما أقول مثلا إيه؟ اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية حرفية قيمة الأسماء وليست الدرجاء طيب كتابة كل الخطوات التي اتخذت لحل مشكلة ما يطلق عليها طبعا إحنا عارفين أنه يطلق عليها توصيق إيه؟ توصيق البرنامج الخاصية المستخدمة في إظهار نص معين في شريط عنوان نافذة النموذج هي طبعا التكست أما النيم ده الإسم المستخدم في الكود البرمغي إنما فور قرر ده لون النص النقر كليك على زر الأمر يعتبر طبعا ده حدث جماعة حدث كليك طيب نبدأ كده في السؤال رقم 3 سؤال رقم 3 جايب لي الكود بقول لي ديم x as انتجر يبقى x هنا ده انتجر احنا عارفين إن الانتجر نوع بيان رقمي صحيح وبعدين بقول لي فور طبعا فور و نيكست بتستخدم لتقرار عدد محدد من المرات يعني احنا هنقرر الكود اللي بين فور و نيكست ده عدد محدد منين من المرات طيب هو بقول لي x بتساوي ومن 1 لعشرة ستيب ب2 يعني معنى كده إنه هو هيعرض الأعداد من 1 لعشرة بس مقدار الزيادة هيكون كام 2 يعني هيعرض 1 3 5 7 9 تمام يبقى دي الأرقام اللي هيتم معرضها تبتعين شوف بقى الجدوة اللي هنكمله إزاي بقول لي هنا الغرض من الكود طبعا الغرض من الكود طبعا الأعداد من 1 لعشرة المفروض هو يقول لي طباعة الأعداد الفردية من 1 إلى 10 يبقى هنا 1 طيب اسمه متغير العداد المتغير هنا العداد اللي بيعد ده طبعا ال x يبقى ده رقم 2 بعد كده بقول لي قيمة بداية الحلقة التكرارية طبعا إحنا عارفين إن قيمة بداية الحلقة التكرارية هي إيه هي آه 1 تمام كده يبقى هنا هنقول ده 1 هنحط أصاده كام أصاده 3 يعني 1 هنا أصاده 3 طيب بعد كده بيقول لي آه قيمة نهاية الحلقة التكرارية اللي هي رقم 4 يا جماعة هنوصلها فيه قيمة النهاية طبعا هنا عشرة هنحط هنا رقم أربعة عشان يوصل لرقم أربعة طيب قيمة زيادة العداد طبعا قيمة زيادة العداد بكام باتنين بقى نحط هنا كام خمسة تمام الكلام لو احنا عاوزين نوصل طبعا بنبدأ نوصل بالمنظر ده كده او طبعا بنكتب الارقام زي ما هو مطلوب مني اسمه متغير العداد طبعا اسمه متغير العداد اللي هو اكس عندنا قيمة بداية الحلقة التكرارية زي ما اتفقنا نهاية الحلقة التكرارية زي ما اتفقنا هي عشرة عندنا قيمة الزيادة طبعا اللي هي كام اللي هي اتنين تمام الكلام تعال نروح على السؤال رقم أربعة اختر رجابة صحيحة من بين القوسين نجايب لي مجموعة اختيارات وهنبدأ نحطها في النقاط يستخدم معامل الربط لربط سلسلتين حرفيتين ببعضهم طبعا احنا عارفين معامل الربط يا جماعة اللي هو معامل ايه معامل اند يبقى معامل اند هو معامل الربط طيب يبقى هنا ده اند ده معامل الربط للاعلان عن السوابت نستخدم الامر طبعا احنا عارفين ان كونست تمام هو ده للاعلان عن السوابت اما الاعلان عن المتغيرات بنستخدم ايه يا جماعة بنستخدم دم يبقى هنا كونست تمام طيب خاصية تتيح امكانية تعدد الاسطر داخل الاداة تيكست بوكس اللي هو صندوق النص طبعا احنا عندنا المالت ايه المالت لاين هنبدأ نكتبها في النقاط لفتح نافذة الكود احنا عارفين طبعا بنفتح نافذة الكود من خلال اف كام اف سبعة وما الاف خمسة بنعمل بها ايه اف خمسة بنعمل او بداية الاختبار عبارة عن اجراء يحتوي على كود يتم تنفيذه طبعا ده معالج الحدث او ايه الايفنت هندلر او معالج الحدث ويبقى كده خلصنا الاسئلة الخاصة باااااا ادارة جنوب الجيزة التعليمية الامتحان رقم اتنين تعانشوف الاسئلة اول حاجة بيقول لي صح وخطأ طبعا بيقول لي يمكن كتابة جملة اف في سطر واحد بدون N-D-F طبعا ممكن انا اكتب جملة F جماعة في سطر واحد دون استخدام N-D-A-N-D-F طيب يمكن استخدام الكلمات المحجوزة في اللغة عند تسمية سوابت المتغلات طبعا لا يمكن استخدام الكلمات الكلمات المحجوزة لغة البرمجة احدى لغات البرمجة ذات المستوى العالي طبعا هي ذات المستوى العالي وقلنا سهلة التعلم تستخدم الخاصية نيم في اظهار نص معين في شريط عنوان نافذة المستخدم احنا عارفين طبعا ان هو اللي بيظهر نص فيه شريط عنوان نافذة المستخدم اذا ان الاجابة خاطئة يستخدم الرمز المستطيل للتعبير عن البداية والنهاية في خرائط التضفق طبعا البداية والنهاية عندنا هي الشكل البيضاوي السؤال الثاني اختر الكلمات المناسبة من بين الاقواس لحفظ المشروع اختر الامر ايه من قائمة فايل طبعا سيف اول عندنا تستخدم الدلة نقطة لإيجاد باقي القسمة طبعا عندنا الدلة مود وطبعا قلناها كتير يا جماعة اما لو قال لي ناتج القسمة ببقى العلامة اللي هي علامة القسم طيب لضبط لون الخلفية لنفسة النموذج تستخدم باك كالر عشان اضبط الخلفية لأي اداة حتى لو النموذج يبقى باك ايه باك كالر ما عندناش كالر احنا عندنا فور كالر ده لون النص الامامي طيب مجموعة الصفات التي يتصف بها الكائن على طول اول مسمع الصفات يبقى أنا على طول بتكلم عن الخصائص اما لو قال لي ما يمكن ان يقع على الكائن ده الاحداث اما مجموعة الاوامر والتعليمات التي تنفذ عند وقوح حدث معين ده الاجراءات او البروسيدجا طيب للاعلان عن السوابت بنستخدم اتقرنت كتير يا جماعة السوابت بنستخدم كونست اما المتغيرات بنستخدم ايه بنستخدم دم تعالوا نشوف بقى التوصيل بتاعنا او هنكتب الارقام هنا بقول لي النافذة التي نستطيع من خلالها نافذة الكود يبقى نافذة الكود رقم واحد عند انشاء مشروع جديد تظهر نافذة نموذج تحت اسم طبعا احنا عارفين ان اسم النموذج الاول اللي هو فورم ايه فورم وان يبقى دي رقم اتنين عبارة عن رسائل عدائية موجهة ضد شخص او اكثر طبعا دي معروفة المضايقة الالكترونية اداة تستخدم في احتواء ادوات التحكم ذات الوظيفة الواحدة طبعا الاداة دي اسمها جروب ايه جروب بوكس او صندوق المجموعة اداة تستخدم في عرض قائمة ايه العناصر اللي بتستخدم في عرض قائمة من العناصر اللي هي لست بوكس اللي هي قائمة الايه قائمة العناصر لو قال لي قائمة تنسدل يبقى الكمبو بوكس اللي هو مربع تحرير وسرد صار رقم اربعة والاخير بقول لي اجب مستعينا بالكود واجايب لي هنا طبعا الكود بتساوي من عشرة لزيرو طبعا لو احنا ملاحظين هنا يا جماعة تنازولي فعشان تنازولي لازم اللي هي مقدار الزيادة تكون بالايه بالسالب فقال لي طبعا مي دوت تكست بوكس وان دوت تكست بتساوي مي دوت تكست بوكس وان دوت تكست تمام ان دي اي اند آي يعني هو هيعرض لي الاعداد ازاي جماعة هيعرض للاول عشرة وبعدين بعدها تمانية وجنبها ستة أربعة وهكذا تمام فابل جملة التقرار المستخدمة طبعا احنا عارفين انه جملة التقرار هنا اللي هي مين اللي هي فور ونكست احنا عندنا يا جماعة جملتين تقرار فور ونكست ودو ويل ده اللي احنا هنستخدمه في المنهج بتاعنا يبقى فور وبعدين ونكست تبدأ الحلقة التقرارية بالقيمة طبعا هتبدأ بكام يا جماعة هتبدأ بعشرة لان احنا عندنا هنا تنازلي تمام الغرض من الكود هو طبعا بنقول عرض الاعداد عرض الاعداد الاعداد ايه يا جماعة الفردية ولا الزوجية الاعداد الزوجية من كم لكم عرض الاعداد الزوجية من 10 الى 0 من 10 الى 0 وكده يا بخلصنا الاختبار التاني يبقى احنا حلنا في الفيديو ده امتحنين يا جماعة معظم الاسئلة بتتكرر لو انت منتهيش في الادارة دي او منتهيش في المحافظة دي اكيد في اسئلة متكررة معنا تمام وتابع معنا الفيديوهات القادمة ان شاء الله ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولو عجبك طبعا الفيديو هتضغط على لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته